يشكل مثاق العمل الوطني الدعمة الأساسية لحرية الرأي والتعبير في مملكة البحرين والتي تعتبر حرية الصحافة بل تعتبر حرية الصحافة أهم تجسيد لها إذ أن الصحف المحلية شهدت طفرة نوعية كبيرة منذ إقرار مثاق العمل الوطني مع مطلع الألفية الجديدة فزق في مملكة البحرين فجر جديد حمل في إشعاعاته قيم ومبادع حرية الرأي والتعبير فقد فتح مشروع جلالة الملك الإصلاحي والديمقراطي الطريق نحو ازدهار المجتمع البحريني في كافة المجالات ومنها حرية الصحافة والإعلام التي شكلت حجر الزاوية في مسيرة التطور الديمقراطي وعلامة مميزة في نجاح السياسات وبرامج المشروع الوطني لجلالة الملك للإصلاح والتحديث ومعما أتاحه ميثاق العمل الوطني من أجواء الانفتاح السياسي أتاح هامشا كبيرا وغير مسبوق من كفالة حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات والشفافية في إطار من التعددية السياسية والفكرية والثقافية وقد أقر ميثاق العمل الوطني مجموعة من النصوص المهمة التي كفلت هذا الحق حيث جاء فيه لكل مواطن حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى من طرق التعبير عن الرأي أو الإبداع الشخصي وبمقتضى هذا المبدأ فإن حرية البحث العلمي وحرية النشر والصحافة والطباعة مكفولة في الحدود التي يبينها القانون ومع تنامي عدد الصحف والمجلات التي تصدر فضلا عن تنوعها بجانب تنوع المواضيع واستخدام الجميع لوسائل التواصل الاجتماعي يؤكد توفر حرية النقد والتشريعات التي تدعمها للتعبير عن الرأيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر